كمان منتخب مصر الإولمبي زي ما اتكلمت مع حضراتكو هو تعادل طبعاً مبارح سلبياً مع منتخب النايجر وحقف يعني ديئة لأن أنا كان الحمد لله كان ليا كمان سابق خبرة مع المنتخب الإولمبي المنتخب الإولمبي في 2012 في القرعة كانت كمان موجودة في المغرب التصفيات المؤهلة لأولمبيات لندن 2012 كانت في المغرب مجموعاتنا القرعة كانت الجابون، سحل العاج وجنوب أفريق وكلنا أو كالعادة كل المصريين بعد القرعة ما نزلت قالك الجابون يعني فرقة في المتناور المفروضة هيكون المباراة سحل العاج أصعب ويليها مباراة جنوب أفريق الحقيقة نفس الكونسب دوت أو نفس التفكير ده أعتقد كان موجود على مستوى السوشيال ميديا إن مباراة الميجر يا جماعة دي مباراة مضمونة وإن المنتخب المصري حيفوز فيها بسهولة عايز أقول لحضراتكو في 2012 لعبنا الجابون وكان المباراة صعبة جدا والحمد لله يعني ربنا وفقنا وكسبنا واحد سفر أعز أقول لحضراتكو إن فريق الجابون اللي إحنا كنا بنقول عليه هو دوت اللي هكون أضعف فرق المجموعة وصل الأولمبياد وكان هو بطل هذه النسخة يعني خد بطولة أفريقيا اللي كانت مقامة في المغرب وفاز بهذه البطول الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم المنتخب الأولمبي تعادل سفر سفر مع النيجر خلينا نتكلم إنها نتيجة يعني نتيجة مش حلوة يعني كنا نتمنى طبعا الفوز لكن خريطة الكرة الأفريقية يا جماعة اختلفت خريطة الكرة الأفريقية على مستوى الناشئين وعلى مستوى الشباب وعلى مستوى المنتخبات الأولمبية اتغيرت تماما تماما النهاردة مع دفي مونير رح نتكلم على دوت لإن حضرتك هتتخد من الأرقام اللي ممكن نقولها لك هتتخد نقولك على سبيل المثال إن منتخب مالي اللي يمكن كمان في مجموعتنا وكسب الجابون 3-1 عنده عدد كبير جدا جدا دلوقتي أورادي من المحترفين اللي بيلعبوا في أوروبا مقارناة بالمنتخب المصري أو منتخب المصري الأولمبي ولا واحد بيلعب في أوروبا تقريبا فده ملف مهم جدا منتخبنا الأولمبي كل التوفيق اللي إن شاء الله بإذن الله عنده مباراة مهمة جدا جدا مع مالي ثم مباراة الأخيرة أمام الجابون كل التوفيق لمنتخبنا لكن زي ما بقول لحضراتكم خريطة الكرة الأفريقية حتى على مستوى قطاعات الناشئين والشباب والمنتخبات الأولمبية اتغيرت بشكل كبير جدا جدا عندنا منتخب السنغال مثلا منتخب قوي جدا معظم على مستوى المنتخب الشباب اللي شفناه وفاز هنا في مصر بالبطولة منتخب قوي جدا هنشوف من خلال النهاردة حلقتنا هنتابع مع مونير كمان نتعرف أكتر على المنتخبات الأفريقية في هذه البطولة وتاني إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي بإذن الله عندنا ماتشين مهمين جدا إن شاء الله نفوذ بالماتشين دول ونكون موجودين في الأربعة الأوائل وإن شاء الله في دور قبل النهائي إن شاء الله يكون مباريات توصلنا لنكون موجودين في طبعا فاريس 20-24 في البطولة أو في الأولمبياد كمان النهاردة عندنا كلام زي ما قلت حضراتكم في سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الخامسة الكبرى هنقف عند أهم الصفقات أبرز الصفقات الموسم ده خاصة في انجلترا أسبانيا ألمانيا فرنسا وإيطاليا كمان هنعدي سريعا جدا على نهايات كاس الأمم زي ما قلت لحضراتكم اللي بتقام في المغرب المؤهلة لأولمبياد باريس 20-24 ونشوف إيه اللي بيحصل فيها مع نهاية طبعا الجولة الأولى كمان معنا النهاردة زي ما قلت لحضراتكم بقدمه تاني مونير طبعا هيكون موجود معنا إن شاء الله بإذن الله منورنا هنا في المحترف زي ما بقول لحضراتكم عندنا ملفات كثيرة جدا جدا